من جانب آخر عقد وزير خارجيتنا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية مؤتمر صحفي شدت فيه وزير الخارجية وقال لن نقبل بأي تجاوز للخطوط الحمراء في ليبيا وده أمر أصبح مؤكدا أنا بس عايزك توقف عند باراجراف مهم جدا ودي سياسة اللي مصر بتتبناها الآن وده جي في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتفويت الفرص على التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا يبقى هنا ما هي سياسة مصر ممكن مثلا كنا نقول ايه وضرب مش عارف احنا معنا تفويد القيادة السياسية معاها تفويد من البرلمان والدنيا لا 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 أبدا ولا عمر دي كانت سياستنا نحن نتحدث عن تثبيت الموقف الحالي يعني لا عايزين اعتداء ولا نقبل باعتداء على الجيش الليبي ولا على الخطوط اللي حددناها ولا كمان يعني سنقوم باعتداء على أحد تثبيت الموقف الحالي يبقى مصر لا تدعو إطلاقا لأي نوع من أنواع الاشتباكات العسكرية اتنين تفويد الفرصة على التدخلات الخارجية يعني ما فيش حد يتدخل في ليبيا احنا لا احنا عايزين نتدخل في ليبيا ولا عايزين غير نتدخل فيها احنا عايزين الشعب الليبي واحد هو اللي يقرر مصيره لكن في نفس الوقت عنا على وحدة الأراضي الليبية وهل حدودنا الغربية فإذا كانت هناك جماعات مسلحة إرهابية كانت هناك مرتزقة كانت هناك مليشيات عسكرية لا الحرب موجودة ضد هؤلاء مش هنسبهم يرتعوا في الأراضي الليبية بهذا الشكل إنما مبادرة باعتداء أو شيء من هذا القبيل ده أمر مصر بترفضه تماما ولا تسعى إليه إلا أنها جهزة تماما للرد حال تجاوز الخطوط الحمراء هذا الكلام طبعا من قبل سيد رئيس الجمهورية في مباحثاته الآن مع وزير خارجية السعودية اللي أتخيل أنه يكون يعني بينقل وجهة نظر القيادة السعودية في هذه الملفات طبق في المؤتمر الصحفي على لسان وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السعودي وزير خارجيتنا قال لن نقبل بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا قال أنه موقف مصر في ليبيا هو تحقيق وقف إطلاق النار شوفوا يعني رجعوا الخطاب المصري المنضبط لدينا خطابا مصريا في قضية ليبيا منضبطا ما فيوش أي نوع من أنواع الدعوة لحرب أو اشتباكات أو أي شيء لكنه في نفس الوقت صارم ودي سياسة أفتكر أن مصر متفردة فيها نحن لا ندعي شيء يعني مثلا لو جيت تشوف الخطاب التركي يتحدث دايما ويذكر الجانب المصري صراحة وبيصفنا بصفات ويتكلم عننا احنا عمرنا ما جبنا ولا عمر رئيس الدولة المصرية يتحدث عن دولة بعينها أو قال دولة كذا أو الرئيس الفلاني ده عمره ما حصل وكمان لما بنتكلم بنتكلم على عدم الدعوة للحرب عدم الدعوة لإراقة الدماء نتحدث على حفاظ على الأراضي الليبية وأيضا في نفس الوقت نضع خطوطا لا يمكن أو لا نسمح إطلاقا بتجاوزها قال وزير خارجية أن القاهرة تسعى لاستقرار الوضع على الساحة الليبية ووقف التصعيد العسكري وانخراط كافة أبناء الشعب الليبي في مرحلة إعداد البناء اللي موجودين في ترابلس زي اللي موجودين في مصراطة زي اللي موجودين في بني غازي زي اللي موجودين في كل الأراضي الليبية هم أبناء الشعب الليبي اللي نتمنى أنه هم يعني يطلعوا من هذه الكبوة ويبدأوا في عملية إعمار حقيقية لأراضي الليبي أكد الوزير سامح شكري أيضا على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في وجود حكومة تقدم الخدمات للشعب الليبي تحت إشراف مجلس النواب الليبي وأكد كمان على الوقف الرسمي لإطلاق النار وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائد النفط لكافة أبناء الشعب الليبي وأعرب الوزير سامح شكري عن أسفه لعدم وجود إرادة سياسية لتفعيل الحل السياسي دوليا في ظل سعي بعض الأطراف لاستهداف الأمن القوم العربي في ليبيا أو سوريا أو العراق ونشر عناصر متطرفة وإرهابية ده أمر أصبح واضح تماما أنه في كثير من الدول العربية يحصل نوع من أنواع الحجد لمرتزقة مقابل أجر عشان تكون نوع من الحرب بالوكالة ناس ما عندهاش عقيدة ما عندهاش أي شيء بيستأجروا للقيام بعمليات عسكرية لصالح قوة إقليمية في المنطقة من جانبه قال وزير الخارجية السعودي أن القاهرة والرياض يداً واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة وقال أنه تحدثنا في الأمور الإقليمية والوضع في ليبيا وأكدنا دعم المملكة الكامل للموقف المصري وإعلان القاهرة وأهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية ووقف إطلاق النار تطابق كامل في هذه الموقف نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل باقي كلام بسم الله الرحمن الرحيم تشرفت اليوم بنقل تحيات وتقدير مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سنوة للعهد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمعت إلى كلماته المهمة حول نظرة مصر للوضع الإقليمي والأمن المنطقة وأجريت بعد ذلك محادثات هامة مع أخي وزير الخارجية سامح شكري تناولت شتى مجالات التنسيق والتعاون الثنائي وأيضا القضايا الهمة التي تواجه منطقتنا والتحديات الكبرى التي نواجهها لأمن المنطقة وقد أكدت لأخي سامح شكري على توجهات أن توجهات القيادة لي بالتنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين ومصلحة المنطقة ونحن واثقون أن بهذا التنسيق سوف نستطيع الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون في المجال الثنائي وأيضا دفع الحقيقة حل المشاكل العربية من خلال منظومة العمل العمربي المشترك التي مصر والمملكة هي عمودان أساسيا فيه تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية عن الوضع في ليبيا وأكدت معاني الوزير دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لإعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن الوطني المصري أيضا وأهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية شتى كانت أشكالها وأعتقد أننا متوافقون تماما في هذا الجانب التركيز على بطن والنافي شأن القضية الليبية والسياسة المصرية والإشارة إلى البشاورات الكثيفة التي تمت خلال الأيام الماضية مع كثير من أشقائنا في الدول العربية والشركاء على الساحة الدولية لتأكيد بأن الموقف المصري هو موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار ووقف إطلاق النار وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجالية الذي عبر عنه خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يونيو والهدف ليس إلى التصعيد وإنما إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحة العسكرية وجعل هناك مجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية ولكن هذه العملية لا بد أن تأتي بعد هذه الفترة الطويلة والمعاناة التي عاناها الشعب الليبي لتتناول خفة القضايا المرتبطة بالحل السياسي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي في وجود حكومة تستطيع أن تلبي وتوفي بالخدمات للشعب الليبي في إطار المسؤوليات للمجلس النواب في الإشراف على عمل الحكومة من يتولى المحافظ البنك المركزي التوزيع العادل للسروة الوقف الرسمي لإطلاق النار أيضا إعادة ضخ البترول وعوائده أن توزع بشكل متساوي على كافة أفراد الشعب الليبي لأنها مقدراتهم وهم الذين يستفيدون منها زي ما حاكم شايفين خطاب تقريبا متطابق في كل جوانبه أمام كل القضايا الإقليمية والعربية اللي بتواجهها أمتنا العربية تطابق في الرؤى كاملا بين السياسة المصرية وأيضا السياسة السعودية اشتركوا في القناة